القضاة في تبريرهم لإضرابهم وعدم قبولهم للحركة برروا موقفهم برفضهم تدخل السلطة التنفيذية في تحويل القضاة كما رفضوا تحويلهم بعيداً عن عائلتهم هذه الحجة الأخيرة أثارت غضب الأطباء المقيمين عادت بهم الذاكرة إلى السنة الماضية حين حكم القضاء بعدم شرعية إضرابهم حين طالبوا بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية بعيداً عن أهاليهم فمن يملك الحق اليوم في الحكم على شرعية إضراب القضاة من عدمه إن كانت حركة التغييرات وتحويل القضاة هذه وصفت بغير مسبوقة في تاريخ العدالة الجزائرية فإن الظاهرة أنها لا تعني استنقاصاً من قيمة القضاة ولا مساساً بهيبتهم فهل هي دافع كافي للإضراب؟ على اعتبار أن مناطق البلاد من المفترض أن تكون بنفس الأهمية والوزن في ميزان القضاة أن يصل الأمر إلى شل يكاد يكون تاماً لمحاكم الجمهورية وتعطيل مصالح المواطنين لسبب تحويل القاضي إلى مكان آخر من البلاد يراه البعض حجة ستضعف كفة القضاة وتقوي قبضة وزير العدل زغماتي الذي لا يفوت فرصة إلا وينتقد فيها واقع قطاعه إبان فترة النظام السابق حيث وصف وضعه مؤخراً بالتسير غير العادل في إدارة الموارد البشرية لعقود من الزمن صنع قضاة فوق العادة